اشتركوا في القناة من الآية رقم 135 إلى الآية 140 إن شاء الله تبارك وتعالى بطريقة الحفظ التربوي أو طريقة الأصول العشرة والأصول العشرة جمعت في بيتين من الشعر ونكرر دائما حتى يعني تحفظ هذه الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى وهي أتل استمع وجودا واستظهر ولا تفهما والتوسي والتتدبر واتبعه ولا تعلما ولتدعو له حق مبان ومعان مجمل الآن التلاوة والاستماع والتجويد الثلاثة في آن واحد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني أقرأ الآية وأنبه على الأخطاء الشائعة في الآية إن شاء الله تبارك وتعالى وأهم أحكام التجويد بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْتِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا من أهم أحكام التجويد في هذه الآية يا أيها هذا مد منفصل يمد مقدار أربع أو خمس حركات المد المنفصل على أنفسكم وسمية منفصل لانفصال المد عن الهمزة في الكلمة الثانية ننتبه من الأخطاء الشائعة في هذه الآية في قوله تبارك وتعالى بالقسطي ممكن بسبب مجورة حرف السين لحرف القاف تنتق السين أصاد وهذا خطأ القاف من حروف الاستعلال والسين من حروف الاستفال فلننتبه لهذا إن شاء الله تبارك وتعالى بالقسطي وليس بالقسطي مش بالصات وإنما بالسين بالقسطي بالقسطي هكذا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر كذلك يا أيها هذا مد منفصل لإن يا كلمة أيها كلمة ثاني يومد مجدر أربع وخمس حركات من طريق الشاطبي الذين من الأخطاء الشائعة البعض يقرأ الذال زي وإنما مخرجوا الذال طرف اللسان مع الطرف الثانية العليا الذين الذين وليس الذين آمنوا مد منفصل لانفصال المد عن الهمزة في الكلمة الثاني آمنوا آمنوا البعض لجهله يظن أن هناك كلمة مكرمة في مرة كانت مدرسة لغة عربية تدرس للتلاميذ فقالت لهم هنا يوجد كلمة زائدة وهذا طبعا من الجهل ومن الخطأ إنما هي يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي ازدادوا إيمانا على إيمانكم كذلك ننتبه في هذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى لمد الصلة الصغرى في قوله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسوله هذا اسمه مد صلة صغرى الياء الصغيرة عندما تأتي بعد أي حرف في نهاية الكلمة سواء كان كسر أم كان ضم يسمى صلة صغرى إذا لم يكن بعضو حرف الهمز أما إذا كان بعضو حرف همز في الكلمة التالية يسمى مد صلة كبرى في هذه الحالة مد صلة صغرى لماذا؟ لأنه لم يأتي همز بعد الكلمة إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ننتبه أي نون مشددة في القرآن أو ميم وغنى ميما ثم نون شددة وسمى كل الحرف غنة بد يكون هناك غنى بمقدار حركتين في حرف النون أو الميم في حالة التجديد كذلك كلمة الذين نفس الأمر أذى المخرجها طرف اللسان مع أطراف الثناية العلياة هنا في الميم عندما نجد الميم عليها علامة السكون هذا إظهار شفوي في الميم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نفس الحق لهم عذابا أليما لهم اظهار شفوي في الميم الخطأ لهم عذابا لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا كلمة أولياء مد وجب متصل ومد مقدار أربع أو خمس حركات ست حركات إذا وقفنا على هذه الكلمة لماذا؟ لأن الهمز متطرف في نهاية الكلمة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اللهم أجرنا من جهنم يا رب العالمين في قوله تبارك وتعالى سمعتم إظهار شايفه في الميمة عليها علامة السكون يكفر الكاف من حروف الهمس نجمعها في جملة فحثوا شخص سكت يكون هناك همس في الكاف يكفر بها وليس قلق لك من ظن البعض يقول يكفر بها لا يكفر بها همس فقط في حرف الكاف كلمة فلا البعض يقرأ فلا والصحيح فلا لأنها الفاء ودخلت على لا النهي فلا وليس فلا فلا اسم سحرة اسم مكان خان هذا من الأخطاء الشائعة طيب أنا تعمدت هنا أن أقرأ هذه الكلمة بالوصلة في حديث غيره إنكم لماذا؟ لأن هذا مد صلة كبرى الياء المقلوبة هذه التي بعد حرف الهاء المقصور جاء بعد حرف همس في هذه الحالة يسمى مد صلة كبرى بخلاف الذي نبهت عليه في البداية في قوله وملائكته وكتبه ورسله فهذا مد صلة صغرى إذا جاء بعده همس صلة كبرى لم يأتي بعده همس صلة صغرى هكذا ودايما في حالة الحفظ نأتي بالسطر الأول من الصفحة التالية حتى نربط بين الصفحاتين إن شاء الله تبارك وتعالي يعني مثلا والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم هكذا دايما لما نخلص أب أنا عارف بعدها إيه طيب الآن مع الأصل أتل استمع وجودا واستظهر كيف نحفظ هذه الآيات كما بيانت في الخطوات العشر في حفظ القرآن الكريم ولا تفهم نحن بحاجة إلى فهم الآيات حتى لا نكون مثل اليهود قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفر والعياذ بالله نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالكسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إي يكن غنيا أو فكيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن تعزلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا والمعنى هذا نداء من الله تبارك وتعالى نداء الرحمن لأهل الإيمان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعيرها سمعت فإما خيرا يؤمر به وإما شرا ينهى عنه يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب آمنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحدا ولو اكتضى ذلك أن تكروا على أنفسكم بالحق يعني المؤمن يشهد بالحق حتى ولو كان على أقرب الأقربين أو على نفسه أو على وارديكم أو الأقربين منكم ولا يحمل أنكم فكر أحد أو غناء عن الشهادة أو تركها فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلموا بمصالحهما فلا تتبعوا الأهواء في شهاداتكم لألا تميلوا عن الحق فيها وإن حرفتم الشهادة بأدائها في غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا والله تبارك وتعالى هو العليم والخبير سبحانه وتعالى المطلع على السرائر والضمائر سبحانه جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني اثبتوا على إيمانكم إثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزله على رسوله والكتب التي أنزلها على الرسول من قبله ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسوله وبيوم القيامة فقد بعدا عن الطريق المستقيم بعدا عظيما إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا والمعنى إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نكون منهم بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه سبحانه جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما نعوذ بالله تبارك وتعالى من النفاق هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا أليما أي موجعا والكفر على نوعين هناك كفر أو النفاق على نوعين هناك نفاق عملي وهناك نفاق اعتقادي النفاق الاعتقادي والمقصود في هذه الآية هؤلاء الذين لهم العذاب الأليم هؤلاء الذين لهم النار إنها عليهم مؤصدة يعني مغلق لا يخرجون من النار مرة أخرى هؤلاء الذين يعني يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان وهم في حقيقة الحال هم كفار أما النفاق العملي هو كإخلاف الوعد أو ما شبه ذلك آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أطمن خار الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميع يعني هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم أي يطلبون عندهم العزة يعني القوة والمنعة ليرتفعوا بها فإن القوة والمنعة كلها لله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا من مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اللهم أجرنا من جهنم يا رب العالمين يعني وقد نزل الله عز وجل عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئوا بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف يعني المؤمن لا يشارك هؤلاء في مجالسهم فعلى المؤمنين ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك فأنتم في هذه الحالة على شاكلتهم أنتم مثلهم في مخالفة أمر الله عز وجل لأنكم عصيتم الله عز وجل بجلوسكم كما هم عصوا الله تبارك وتعالى بكفرهم إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة أين مواطن المنجافي عزيز صفحة الكريمة في ذكر النار نستعيذ بالله تبارك وتعالى من النار في قوله تبارك وتعالى جهنم فالمؤمن يقول اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار هكذا من الوصايا العملية المستخرجة من هذه الآيات وهو الأصل الذي يالي الفهم وتلستمع وجودان واستظهر ولتفهما ولتوسي ما هي الوصايا العملية رقم واحد أجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهاد حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القراب فهذا هو حال المؤمن رقم اثنين من الوصايا العملية على المؤمن أن يجتهد في فعل ما يزيد في فعل ما يزيد يعني ما يزيد إيمانه من أعمال القلوب والجوارح ويثبته في قلب المؤمن يجتهد في فعل ما يزيد من إيمانه مثل أعمال القلوب والجوارح والذي يثبت الإيمان في قلب المؤمن كذلك من الوصايا العملية عزم خطر المنافكين على الإسلام وأهل ولهذا فقد توعدهم الله عز وجل بأشد العقوبة في الآخرة والعياذ بالله خطر المنافكين على الإسلام ولذلك دائما نقول الكافر يعني محترم ليس بمعنى يعني أنه محترم على الحقيقة وإنما محترم بمعنى أنه أعلامنا بكفر فنحن نأمن من ناحية بخلاف المنافك والعياذ بالله فإنه يتظاهر بمظاهر يعني الإسلام وعلى أنه مسلم وربما يصلي في المسجد وربما يفعل كذا وكذا وهو في حقيقة الأمر كافر فهو منافك يبتن الكفر ويظهر الإسلام كذلك من الوصايا العملية إذا لم يستطع المؤمن الإنكار على من يتطول على آيات الله عز وجل وشرعه فلا يجوز له الجلوس معه على هذا الحال هذا هو حال المؤمن وبعد هذه الوصايا ولتتدبر ولتوسي ولتتدبر إسقاط تفكر تفعل أقوم كذا بعمل إسقاط لهذه الآيات على نفس هل أنا متصف بهذه الآيات وبهذه الأداب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الصفحة الكريمة من الشهادة على النفس أو الوالدين أو الأقربين هل أنا يعني أزداد يعني أزيد من إيماني بالله تبارك وتعالى وأتعرف أكثر على أمور العقيدة الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل ومثل هذه الأشياء والإيمان باليوم الآخر يعني دايما أكون بعمل إسقاط على النفس هل أنا أجلس مع هؤلاء الذين يكفرون بآياتي لو يستهزئون بها ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب فلا بد من عمل إسقاط على نفسي وأحول وأغير من نفسي للأفضل إن شاء الله تبارك وتعالى كما قال عمر رضي الله عنه حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيأوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافياً هذا هو حال المؤمن وكذلك أتفكر في المآل الحسن والمآل السيء المآل الحسن لمن يعمل بهذه الآيات المآل السيء لمن يعرض عن العمل بهذه الآيات ولتتدبر واتبعه أتبع ذلك بالعمل حتى أكون من الذين استمعون القولة فيتبعون أحسن اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين قال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واتبعه ولا تعلمن أعلم غيري هذه الآيات حتى أكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم ولتدعو له أستخدم هذه الآيات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آي فكم نحفظ من آيات القرآن الكريم ولا ندعو إلى الله تبارك وتعالى ندعو إلى الله تبارك وتعالى حتى ولو كان على صفحات الفيسبوك حتى ولو كان على الواتساب حتى ولو كان على التليجرام حتى لو كان يعني في الحياة العملية مع الأبناء مع الزوج مع الزوج مع الأخ مع الأخت وهكذا أبد من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذه الآيات وتعليم هذه الآيات للناس جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آي بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تمت هذه الصفحة الكريمة ولم يبقى لنا إلا الاستظهار وحفظ هذه الآيات بالخطوات العشر إن شاء الله تبارك وتعالى وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم